اهلا بحضراتكم من جديد خلال الايام اللي جاية خاصة يوم السبت يعني هيبدأ المؤتمر الرابع للنشاط الطلابي اللي هو اسمه تادكس وده هيكون في جامعة حلوان يوم السبت القادم اللي هو يوم 10 إبريل هي تادكس دي خلينا ناخد اللي هي تاد لوحدها اللي هي تي اي دي دي شركة عالمية بدأت في 1984 وهي منظمة عالمية غير ربحية وبدأت ان هي تعمل احداث ومؤتمرات بتناقش فيها موضوعات مختلفة وبتجيب فيها شخصيات كثيرة تتحدث فأكس بقى اللي هي تاد أكس دي اللي هي معناها انه فيها جهة مستقلة خدت هذا الفكر وبدأت ان هي تنفزه بشكل مستقل العنوان المنظمة او الهدف بتاع المنظمة هو تحت عنوان معين كده اسمه افكار تستحق الانتشار فاحنا النهاردة عايزين نتناقش عن المؤتمر الرابع اللي جامعة حلوان بتعمله التادكس وتحت عنوان تانجرام ودي تانجرام دي هي لعبة معينة كده زي البازل او المكعبات فاحنا هنشوف ايه علاقة التانجرام بهذا المؤتمر من ضيوفي النهاردة اللي معايا في الستوديو الأستاذة فاطمة الزهراء أحمد صباح الخير عليك المسؤولة في العلاقات العامة بالضبط ومعايا كمان رضوة محصن من المنظمين للمؤتمر صباح الخير عليك صباح النور طيب رضوة ابدأ معاك المؤتمر ده هو المؤتمر الرابع انتو مش اول مرة تعملو انتو بدأتو في 2013 يمكن صح طيب ايه علاقة تانجرام اللي هي اللعبة بالمؤتمر السندي وانتو بتستهدفوا ايه من الحدث ده طيب ايه علاقة تانجرام بالمؤتمر السندي احنا كل مؤتمر في كل سنة لازم بيبقى عندنا ثيم او شعار للمؤتمر بتاعنا بتندرك تحته التوكس او المحاضرات او الحاجات بتاعتنا فاحنا السندي احنا اخترنا تانجرام لان تانجرام هي لعبة بوزل زي ما حضرتك قلت او مكعبات المكعبات دي بنقدر نكونها لكذا شكل من نفس المكعبات اللي معنا فده هيساعدنا في ان احنا التوكس بتاعتنا تبقى شاملة لكذا توكك او كذا موضوع مختلف ونفس الايفنت فانا من هنا جبت التنوع بتاع ان التانجرام بتتعامل لكذا شكل فانا هيبقى عندي كذا توكك في مواضيع مختلفة اختصار كلمة تد اللي هو احنا كنا منتكلم قبل الهوى عليها اللي هي التكنولوجي انترتيمنت ديزاين او بالعربي اللي هي تكنولوجيا ترفيه وتصميم بتجمعوا الثلاث حاجات دول او هتجمعوها السنة دي ازاي وانتي يعني هل الموضوع بمعتمد فقط ان انتو بتجيبوا ناس تتحدث لا خالص هو احنا بالنسبة لنا احنا كاورجنيزرز احنا بنشتغل على كل حاجة في الايفنت فوم اي تو زد يعني كل حاجة فكل حاجة هتبقى موجودة لدرجة ان احنا عندنا التوكس هي الاسبيتشز او الاحاديث بتاعتنا هي الجزء الجد بس نفس وقت احنا عندنا انترتيمت ان احنا عندنا بيرفورمرز بيرفورمرز دول بيكونوا تلاتة بنا مثلا بنغني بحد بيرقص حد يعمل بالضبط انتر استانداب كوميدي الحاجات دي كلها تفرفش الجو شوية في الايفنت شما يبقاش تقول الوقت جد بس بيبقى عندنا التكنولوجي مثلا زمان كانت الاسبيتشز بس كلام دلوقتي احنا الاسبيتش بيبقى تدخيلها فيديوز دخيلها اي انتو بتطوروا كمان من سنة للسنة بالضبط فاطمة انتي بقى موجودة في العلاقات العامة مزبت ليه حاجة زي كده بتحتاج علاقات عامة بتعملوا ايه؟ احنا بنتواصل مع جرائد عشان نعرف نفسنا اكتر ونعرف ايه تدكس وايه اهميتنا في المجتمع والايفنت بتاعنا ده قد ايه حاجة قيمة بنتواصل مع البابليك فيجرز بنعرفهم احنا مين بنتواصل معهم انهم يجوا معنا ازا سبيكرز حد عنده قصة ملهمة يفيد بيها الشباب يفيدنا ده كل انتي بتعمليه اكيد معاكي فريق عامة للعلاقات العامة بتعمليه قبل الحدث صحي يعني بتبقى عندكم استعدادات كده في فترة يعني احكيلي كده مثلا اديني نموذج يعني رحت ومسلا كلمت مع مين شخصيات مثلا عامة شخصيات معينة تيجي تتحدث المضوع بيمشي بيبتدي ازاي؟ احنا في الاول بنبتدي ان احنا نشتغل على الجرائد بنشتغل ان احنا نعرف احنا مين بنتواصل مع رؤساء التحرير انه يبدأوا يأنونسمنت عندنا انه في تدكس وفي شباب بتعمل حاجة في جامعة حلوان بعد كده الخطوات بتبدأ تمشي انه بنشوف بقى مين المناسب انه يجي يعمل التوكس بتاعته بنبدأ نعمل نجمع معلومات عن الشخصيات اللي هتجيبوها بنجمع معلومات ونشوف مين اكتر حد مناسب انه يجي يعمل اد فاليو للأوديونس اللي هيجو بعدين بعد كده الدنيا بقى بتمشي انه مش بس البي ار بيشتغل على اليفنت البي ار بس عشان الناس اللي مش عارفة البي ار لها ببليك ريليشنز اللي هي العلاقات العامة الورجنيزيشن فيها برانشز كتير قوي الاف ار بيبدأ اشتغل على الكيترينج والفند والكوتشنج برضو بيبدأ اشتغل شغله انه ينونس منت على الفيسبوك بيج لو حد عنده قصة ملهمة يجي عملا والعدد بقى الناس اللي بيجي يعني اردوا انتو اكيد فيه ناس بتسجل من قربة كده هم متابعين التاد توكس والتاد اكس توكس من على اليوتيوب فعلا ما بيحقصون فيه حاجة زي كده في مصر فبيبقوا حابين يجوا يسمعوه انستيج كمان مش بس على اليوتيوب فالتورجيت اوديونس عندنا كبير قوي يعني متراوح في العمار جدا بس السنة دي ايه يعني السن اللي انتي خدت بالك ان هو يعني مهتم اكتر بك بس يعني بيكون من رينج مثلا 20 لرينج 35 ده اكتر اللي هو رينج الشباب اللي هو مثلا يدوبك ليسا متخرج وعايز يعرف طيب الموضوعات بقى اللي انتو بتنقشوها ازاي بتفيد الشباب اللي في السن ده اللي هو يدوبك قالينا يعني هقول مثلا انه انا هتكلم بشكل عام يعني انه اكيد الشباب يعني الشباب في السن ده اللي هو لسه متخرج وعنده امل كبير جدا في الحياة بعدين بيصطدم بالواقع انتو لسه في الجامعة فانا مش عايز واستضبنا حتة وزيدة استضبنا كتير بالتعامل مع الناس طب ازاي بقى التدكس توك بتاعتكو السنة دي هتفيد في الموضوع ده بس اولا احنا عندنا كازا توك فاحنا قولنا هي تبقى شاملة كازا موضوع منهم توك هتبقى بتتكلم عن ريادة الاعمال فيهم توك بتتكلم عن الماركتنج فيهم توك بتتكلم عن بس البيشن البيشن اللي هو الشغف او الشغف او الشغف او اظن فان هو انت زايد تبقى طول الوقت ورا حلمك ما يحصل لكش مسلا حاجة خلاص بقى انا مش لازم اكمل انا مش قادر فلأ شغفك لازم توصل وراه لاخره هيوصلك حتى لو مش اللي انت ايزه هيوصلك لأحسن منه هيوصلك لحاجة انت اكتشفن انت عندك فيها شغف اكتر في نص الطريق فدي كلها توكس عندنا يعني بيحتاجها فعلا السن اللي هو اكتر سن موجود عندنا زي ما انا قلتلك لو سن الشباب اللي لسه ايه داخل يصطدم فانا ببقى خارجة من الجامعة او ايفن لو انا في الجامعة او مش عارفة طب انا هعمل ايه طب انا هساوي ايه طب انا عملت بروجيكت وبوز مني طب انا مش عارفة ايه فده اكتر وقت بقى محتاجة اسمع خبرات ناس محتاجة شوف الناس بتعمل ايه في ايه غير ان انا بقى شغالة موظفة وبس انتو بتعملوا ايه غير كده في الحياة فعشان كده ده اكتر وهي الانشطة الخارجية يعني بالزبط انتو بتحاولوا تزودوا المفهوم ده عند الناس طيب فاطمة يعني خلينا نزود يعني نكمل على موضوع الموضوعات المختلفة اللي انتو بتنقشوها وعلاقتها بقى باللعبة اللي انتو سميتو تانجرام اه سميتو المؤتمر السنة دي على اسمعي يمكن رضوة في الاول شرحت شوية لكن عايز منك برضو يعني انتو برضو لانتو علاقات عامة فانتو بتحاولوا تشرحوا للناس اللي انتو هتجيبوها فكرة التانجرام وعلاقتها بالموضوعات تمام اولا تانجرام كاسم يعني ده معناه البازل زي ما قلنا او المكعبات ده بيمثل للأودينس انه كل واحد بيبدأ ياخد التوك او يستفيد من اللي بيتقال ده على حسب هواياته او معتقداته او الطريق اللي ماشي فيه ده كاسم كثيم بقى او كشعار لينا زي ما قرد وقالت انه فيه افكار مختلفة مش بنمشي في سكة واحدة بس يعني فيه كذا توك عن الريادة الاعمال وفيه توك كمان عن اللي علاقة بالاحداث اللي حصلت من كام يوم عن القدماء المصريين فبقى فيه نشر للوعي اكتر عن ثقافتنا وعن بلدنا طب لان هو تد فيها احنا قلنا تكنولوجيا وترفيه طب ايه الموضعات اللي هي علاقة بالتكنولوجيا تكنولوجيا ممكن في ريادة الاعمال شوية والتسويق عندنا كمان توك ليها علاقة بالفلك وحاجات كده بالفلك اه فحسن ده كله زمان يعني لو رجعنا وقت ما انشئت تد ما كانش فيه الحاجات اللي احنا وصلناها قوي دلوقتي في التكنولوجيا دلوقتي التوكس كلها يعني كان فيه توك مشهورة قوي لبيل جيتس هي تكنولوجيا جدا بل جيتس اللي هو طوام تاع شركة مايكروسوفت بالضبط فبيبقى فيه توكس كبيرة ليه علاقة بالتكنولوجيا زمان ده ما كانش موجود انتا تسواه ابتدت حتى بتسي لان وقتها لما كنا في الف تسعمائة حاجة وتمانين كانت التكنولوجيا وقتها لهو حاجات البداية بدأت بالتي بدأت بالتكنولوجيا اه يعني هي بداية الاصلا التد تدكس ان هي فكرة التكنولوجيا ان هم بيعرفوا الناس اكتر عن التكنولوجيا طيب حاجة بعمل الحاجات اللي انا بقى عايز اهتم بيها الانترتيم من الترفيه ايه بقى الترفيه ايه الموضوعات قال او يعني عندكو انشطة ترفيهية مثلا او كده عندنا تلاتة بيرفورمنس اه في ميوزك حدا هيجي لعب ساكس وفي ساكس فون ساكس فون ايه اه كمان في حدا يعمل ستاند اوب كوميدي يس ويه الديل التالت لسه مش دون وليسه ما هتعملش لي اناونسمنت على الفيج بس يعني هو هيكون برضو حاجة انترتيمين كده بحيث ان احنا يبقى عندنا مثلا تلاتة تاكس جد وبنتكلم في كل حاجة 18 دقيقة كل تاك بعدين بنفس البقى بحد كده تروأ عليهم المؤتمر ده بيبقى مستمر لمدة قديها ببقى عندك فترة زمنية محددة هو يوم واحد بس هو يوم ميجا كونفرنس واحد في السنة بقى فيه صالون من وقت للتاني عندنا مثلا اربعة توك في المرة بس ما حفلفناش قوي الحظ السيزون ده عشان كورونا نتكلم بقى بان انتو ذكرتوا موضوع كورونا كورونا عملت معاك و ايه؟ عملنا ايه كمان ان المسرح مثلا لو المسرح بتاعنا هيشين مثلا ربا و مية هنجيب متين خمس و مية هنجيب متين و مية و مية طبعا او فيه تباوض اجتماعي مبين الفضور يعني كمان حتى في شغلنا و احنا و المامبرز مع بعض عشان نطلع الايفنت معظم الميتنجز بتبقى اونلاين يعني لما بيبقى فيه حاجة مهمة قوي عشان نعرف ننزل ميتنج اوفلاين مع بعض طبعا بنتظر نبقى فروم كبيرة قوي الماسكس و الكل حاجات دي طيب انتو الاتنين الليشة في الجامعة صح؟ رادو انتي في اخر سنة وفاطمة انتي السنة ثالثة ازاي او بتنصحوا اللي في سنكو الطلبة اللي في سنكو الناس اللي هي خلاص يمكن في اخر مرحلة دراسية يعني وهتخش على الحياة العملية بتنصحوا بايه من خلال انتو خبرتكو في موضوع التاديكس توكس دي وايه ابرز الموضوعات اللي انتو شايفين ان هي مش موجودة ومحتاجة ان هي تبقى موجودة رادو عبدالما عليك انصح بايه شباب عمتا في السنة ده بلسيونت اكتيفتيز يعني طول الوقت طول الوقت انشطة اللي هي خارج المذاكرة وخارج الدراسة جدا يعني انا بحس عمتا ان انا طول ما انا وقتي مشغول انا بحس اما ازنوقة في الدراسة عشان مش فاضية بكرة فانا لازم اخلص مذاكرتي النهاردة فده مش هيقصر خالص خالص على المذاكرة والدراسة وفي نفس الوقت هو بيدي اكسبرينس بعد كده في مجال العمل وحتى في الحياة يعني انا لما بقابل بعمل ميتنج مع كذا حد من كذا كاتجوري مختلفة انا بستفيد جدا لحياتي انا وبعدين انا لما هشتغل مش هحس ان انا اول مرة افيس ده او اواجه ده في حياتي مش هيبقى عندي مشكلة دي يعني بقى فيه تجربة يعني مراتي بيها طيب طيب فاطمة ايه الموضوعات اللي اتحس ان هي محتاجة ان هي تبقى زيادة شوية محتاجين نركز عليها كمان اكتر كاتادكس يعني ولا امتان او كاتادكس انتو يعني شايفين انتو حتى مقدتوش تعملوها السنة دي ممكن تتفكروا تعملوها بعد كده يعني بعد كده طبعا ان شاء الله الكورونا تروح ونقدر ان احنا نرجع تاني للسالونز بتاع رتنا وان احنا التنديس بتبقى اكتر من كده اكتر من متين ايه تاني ممكن نعملو يا رضوة انا شايفة كمان يعني فكرة ان احنا كم نعمل اونلاين ميتنجز دي كانت صراحة وحش قوي اوه جدا اوه لان احنا اين يعني يعني ده الوضع بتاع العالم كله بالزبط بالزبط فانا شايفة ده لازم برضو يتغير وشايفة كمان ان احنا ممكن مش عارفة بصراحة يعني حسنت عايزين انا حاسس ان انتو كان عندوكم مسلا حاجات كثيرة جدا عايزين تعملوها كمس انتو عندوكم يوم واحد لا خالص يعني هل في حاجات نفسوكو تعملوها بعد كده مثلا فكرتو فيها او بتحضروها احنا ملاحلم ان احنا نبقى تاديكس حلوان ينبيرستي عندها توكس اكتر وعندها اكتر من ميجا كونفرنس وناس كلها تبع عارفانة يعني اكيد اتمنى لكم التوفيق وانا بشكركم ان انتو كنت معايا النهاردة مرسي شكرا نتمنى ان شاء الله ان يوم السبت كمان يكون يوم ناجح فاطمة الزهراء احمد العلاقات العامة ومنظمين مؤتمر تاديكس حلوان مشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا وردوى محسم من المؤتمر تاديكس حلوان مشكرك شكرا جزيلا شكرا شكرا نطلع الافوسر ونرجع مع حضراتكم مرتين